أهلا بكم جديد المشاهدين أعلنت الحكومة المغربية أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال والذي يصادف الفاتح من مايو من كل سنة وذلك تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية وأضع بلغ للحكومة أنه في سياق تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات الفاتح من مايو بشكل حضوري بشارع العام وفي إطار الحرص على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات بالفضاءات العامة فقد تعلن الحكومة أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال وفي جديد الحالة الوبائية في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 507 حالة إصابة جديدة بالوباء التاجي مقابل تعافي 623 شخصا تماما من الفيروس أما فيما يتعلق بالوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات خلال 24 ساعة هذا وأشرت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح فقى 4 ملايين وثمانمائة وثمانية آلاف فيما بنغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح أكثر من 4 ملايين ومائة وثلاثة وثلاثين ألفا وستمائة واثنين وثمانين شخصا هذا وقال عبد الكريم مزيان باللفقية رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة قال أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة وثلاثين عالميا والثانية أفريقيا على مستوى حالات فيروس كورونا موضحا أن نسبة الإماتة في المملكة قاربت 1.8% كما أكد بالفقية تسجيل خفاض طفيف في عدد الحالات الإيجابية خلال الأسبوعين الماضيين ما يوضح جليا نجاعة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء في موضوع آخر تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مساء الاثنين من توقيف شخصين من ذوي الصوابق القضائية وذلك للاشتباه في تورطهما في سرقة محتويات محل لبيع الحلي والمجوهرات وقعت في حي المصلة أذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنيا الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات المزيد من التفاصيل في هذا الروبرتاج لدريس بوصرحان بعد أسبوع من سرقة محل للمجوهرات بمدينة طنجة من لدني مجهولين تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية يبلغان من العمر 29 و36 سنة وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات طريقة المستعبالة في هذه السرقة كانت احترافية جدا وغم ذلك تجندت المصلحة الولائية للشرطة القضائية وبفضل المجهودة الجبارة التي بدأتها في هذا الإطار هذا تمكنت في وضرف نواجيز من الوصول إلى هوية المجتباه فيهما والذي تم إيقافهم ويوجدني حاليا تحت الحراسة النظرية رهنا إشارة البحث تحت إشراف نيابة العامة المختصة وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقني الشرطة العلمية والتقنية قد بشرت إجراءات معينة سرقة من داخل المحل تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات دخلوا من واحد العمارة اللي هي قاوية وعرسوا الحائط ودخلوا وجمعوا ذلك شيء كل شيء وكان عندهم وقت لأنه كان عندهم الوقت من الخمسة ديال الأشياء من اللي كان شدهم وهما دخلوا الداخل بقاوة ما مخبين بقاوة خدامين حتى للصد الصبح يعني أنه عندهم وقت بشيرحلوا كل شيء الدواغ قصة واحد الصدمة لا يرطى لها ولذا اليوم في الليل تصلوا بيها وقالوا لتحق بنا ودراء الأمور بخير وعلى خير وإن الدباء في ولاية الأمن ستسلم مسائل ديالي دباء وبعد الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تحديد هوية المشبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقفهما وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات لمالكها وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد ظروفه وملابسات ارتكاب هذه الجريمة أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أجرى مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وقد شكر الاتصال مناسبة أكد فيها وزير الخارجية السعودية على موقف بلاده الثابت والمبدأ من وحدة المغرب الترابية ودعم سعودية الموصول لمغربية الصحراء وتأكيدها على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ومن جهته جدد بوريط التعبير عن التضامن المطلق للمملكة المغربية ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها كما أعرب الوزيران عن تضامن البلدين الثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروع وتأكيدهما على ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانونية ننتقل إلى تشاد وفي خطاب متلفز علن رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي عزمه إجراء حوار وطني شامل خلال الفترة الانتقالية التي حددها في غضون عام ونصف كما طلب ديبي بضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وأمن تشاد خاصة بعد مقتل حوالي خمسة أشخاص في احتجاجات على تولي المجلس العسكري للحكم يونس بركات وتفاصيل بعد حوالي أسبوع على مقتل الرئيس إدريس ديبي وتعين ألبر باهمي باداكي رئيسا للوزراء بشكل مؤقت ألقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي خطابا حدد فيه معالم المرحلة القادمة وتوقف عند مجموعة من النقاط من بينها الاستحقاقات الانتخابية كما تعهد بإجراء حوار وطني شامل خلال الفترة الانتقالية الممتدة على ثمانية عشر شهرا الهدف الرئيسي للمجلس العسكري الانتقالي هو ضمان استمرارية الدولة وخدمة الأمة وتفادي السقوط في الهوية في غضون ذلك شهدت العاصمة جامنة مواجهات عنيفة بين قوى الأمن وعشرات المحتجين المدعومين من قبل أحزاب المعارضة وطالب المتظاهرون بحل المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للمدنيين لا نريد المجلس العسكري الانتقالي ولا نريد التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية إلى ذلك شهدت منطقة انقوبوة وكيغا اشتباكات بين الجيش التشادي والمجموعات المسلحة وأصفرت الاستضامات عن وقوع ضحايا بين الجانبين ختم النشر مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة